بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن مفهوم التنظيمات الاعلامية. آآ زي ما احنا عارفين التنظيمات الاعلامية هي تجمعات محددة البناء. تضم افراد وجامعات ينقسم بينهم العمل. تتوزى عليهم المهام. لما لها من اهداف تشكل في النهاية نتاج عمل المؤسسة الاعلامية. وتشهد هذه المنظمات حرقة دائمة ودينامية تتمثل في تجدد العضوية كما تنهض على نظام بالجزاءات والمكافئات التسلسل السلطة وتفيد الاقتصاصات. ولكن اهم ما يميز هذه التنظيمات. اول حاجة التقسيم الدقيق للعمل والتخصص. لابد ان ينقسم العمل في هذه التنظيمات او المؤسسات. وكل واحد او كل ادارة لها تخصص معين. يعني مثلاً لما نشوف الجريدة هنلاقي فيه قسم خاص بالحوادث. وقسم خاص بالاخبار الفنية. وقسم خاص بالاخبار الادب. وقسم خاص باخبار العالم. وفيه سكاترة التحرير. وطبعاً الاخراج السحافين. يعني كل واحد ملتزم بتخصصه او بعمله. اه الحاجة التانية اه ان هذه التنظيمات لابد لها من اه مسئوليات الاتصال. بمعنى ان قائم على الاتصال اه بين اه بينها ومن بعض. يعني ادارات قد لها الادارات الموجودة في الجريدة او في القناة التلفزيونية. يعني فيه تواصل اتصال بينها. اه لابد الاتصال ده بيقوم مدور كبير جداً في اه اه في ثبات اه او ضمان اه او نجاح العمل في هذه المؤسسات. وان هذه المؤسسات ايضاً فيها تحديد الادوار الرئيسية. يعني كل واحد او كل واحد لدوره في هذه المؤسسات. وفقاً للمعايير معينة. اه كما تؤكد هذه اه المؤسسات مصالح المجتمع قبل مصالح اي جماعة. وهذا يفرض على هذه المؤسسات مسئولية اجتماعية واخلاقية. لما يجي نتكلم عن وظائف التنظيمات هنلاقي فيه اربع وظائف اساسيين بالنسبة للتنظيمات. اول وظيفة هي التخديط. تاني وظيفة التنظيم. تالت وظيفة التوجيه واتخاذ القرار. ربع وظيفة وهي الرقابة. لما نتكلم على اول وظيفة وهي التخديط. هنجد في التخديط اول حاجة بتبدأ بها الادارة. هو وضع الخطة. فان وضع الخطة لأي عمل اعلامي تفهم به من اهم العناصر التي يتوقف عليها لنرجة نجاح هذا العمل واستمرارياته. والتخطيط في حد ذاته زي ما احنا عارفين بيشتمل على تلت جانب رئيسية. اول جانب تحديد الاهداف التي تسعى المؤسسة لتحقيقها. تاني جانب تحديد الامكانات المادية والبشرية الواجب توفرها. تالت جانب تحديد الاساليب المراد اتخاذها لتحقيق الاهداف. وبناء على ذلك فالتخطيط يمكن تعريفه بانه دراسة البدائل المختلفة لاداء عمل معين. يعني اي عمل لابد ان يشتمل على التخطيط. طب لما ادرس البدائل المختلف عندي اكتر من بديل. فانا بوصل الى افضل البدائل الممكنة. باعتبار ان افضل هذه البدائل الممكنة. سواء كانت بدائل امكانيات مادية او امكانيات بشرية. بتحقق لايه? هدف معين. يعني عندي اكتر من بديل. طب اختار اقرب البدائل اللي بتحقق اهداف الايه المؤسسة. بالنسبة للخطط الموجودة في اي مؤسسة اعلامية. في خطط طويلة الامد او طويلة المدى وفي خطط متوسطة المدى وفي خطط قصيرة المدى. والتخطيط ايضا هو توزيف الامكانات البشرية والمادية المتاحة. او التي يمكن ان تتاح خلال سنوات الخطة من اجل ايه? تحقيق اهداف اه معينة. اذا هالتخطيط هنا اه حاجة يعني يعني فيها تعارفين. اللي انا بوظف الامكانات البشرية والمادية المتاحة. الحاجة التانية اللي انا بوظف هذه الامكانات البشرية متاحة. خلال سنوات الخطة عشان احقق اهداف معينة مع الاستخدام الامثل لهذه الامكانيات. واذا اخذنا هذين التعريفين بنظر الاعتبار نجد كل كلا منهما يعبر عن افكار عامة. اه ولا يتسم بالمنهجية في تحديد المنهجية ومنطقة. اه بالنسبة للتخطيط بيتم في المؤسسات الصحفية على كافة المستويات الادارية. فالادارة العليا مسؤولة عن الخطة العامة للمؤسسة. والخطط طويلة الاجل. والادارة الوسطى ايضا مسؤولة عن قطط الانشطة او القطاعات الرئيسية. اه بالنسبة للعمل الاعلامي. فان مسؤولية التخطيط تقع عبقها على قيادات المؤسسة. ويشترك في عملية التخطيط كافة المستويات. بحيث يضع رئيس القسم او مدير الادارة. والتصورات الخاصة خلال فترة التخطيط. وتتجمع الخطط الجزئية. من اسفل الى اعلى. مش من اعلى الى اسفل. ويتم التنصيق فيها عند كل مستوى اداري. اما تنفيذ الخطة. وقراراتها تؤخذ طريقها من اعلى الى اسفل. يبقى ان لما بضع. التخطيط بيمشي من اسفل الى اعلى. لكن لما يجي انفذ الخطة. بنفذها من ايه? من اعلى الى اسفل. وبناءا على ذلك. يمكن تصنيف التخطيط. الى نوعين من التخطيط. فيها عندي تخطيط مادي. ويجتمل على الجانب المالية والادارية والتكنولوجية. وهناك التخطيط الاعلامي. ويتعلق بالرسالة الاعلامية ذاتها. كالتخطيط في مجال تحرير الصحف. تحت اشراف رئيس التحرير. ومن ابرز نمازج التخطيط في الصحف. فيه التخطيط الاستراتيجي قبل اصدار الصحيفة. وهذا التخطيط بمر ثلاث مراحل اساسية. اول حاجة الدراسة التفصيلية لجدوى اصدار الصحيفة. من ناحية التسوقية والفنية والاقتصادية والصحفية. والمقارنة بين البدائل المختلفة التي يمكن ان ينفذ بها المشروع مثل البدائل التحريرية وبدائل التكنولوجية. نمرة اتنين مجموعة اتخاذ مجموعة من القرارات الاساسية عليها تتعلق بالجوانب المختلفة لإصدار الصحيفة. وتشمل كل جوانب العمل الصحفي وهو ضمنها قرارات على مستوى الفني وقرارات على مستوى البشري وقرارات على مستوى التنظيمي. نمرة ثلاثة وضع خطة او جدول زمني تنفيذ اصدار الصحيفة. وتشتمل الدراسة تفصيلة اصدار الصحيفة طبعا على تحديد مصفات المنتج. جمع المعلومات من السوق عن جرائد الصحف المنافسة والاسعار والاعلانات. تحديد الوانقع المناسب بانشاء المجلة او الجريدة. بعد كده في اتخاذ مجموعة من القرارات الاساسية تعلق بالجوانب المختلفة لإصدار الصحيفة. تشتمل على كل جوانب العمل الصحفي سواء القرارات على المستوى التحريري. او قرارات على مستوى الاقتصادي او قرارات على المستوى السني. او قرارات على المستوى البشري. او على مستوى قانوني. اللي بيتعلق بالكين القانوني المؤسسة الصحابية بعد التخطيط احنا قلنا التخطيط احد العناصر الاساسية او الاركان الاساسية بالنسبة لادارة او ادارة المؤسسات الاعلامية بيأتي بعد التخطيط التنظيم اللي هو التنظيم في المؤسسات الاعلامية معنى التنظيم يعني احنا بنركز هنا في التنظيم على مين على العنصر البشري على الأفراد أو القائمين بالاتصال من حيث تجمعهم وتحديد أدوارهم بما يصورهم كوحدة واحدة يتحدد لكل فرض فيها علاقتهم للأخرين وتحديد السلطات والمسئوليات لكل شخص والتنصيق بين واجبات الأفراد وكذلك بين الإدارات والأقسام بحيث يتحقق الهدف المقصود في النهاية ويتطلب التنظيم الإداري وضع هيكل للمؤسسة الإعلامية تفرغ فيه الواجبات والاختصاصات في قوالب محددة وأقسام معينة منع الازدواجية وتضارب أو تداقل الصلاحيات في العمل اليومي ويمكن توضيح الواجع التنظيم في صورة مكتوبة وذلك بتحديد الإدارات من أعلى إلى أسفل وتحديد عمل كل إدارة وسلطاتها كما يمكن توضيحه في شكل خريط تنظيمية بتوضح عليها الأقسام المختلفة لو كانت جريدة بنوضح الأقسام المختلفة في الجريدة والإدارات المختلفة وممكن يكون فيه دليل مكتوب بيوضع عمل كل إدارة لما نتكلم عن نقطة ثانية في التنظيم نتكلم عن مبادئ التنظيم الإداري التنظيم الإداري بيقوم على مبادئ أساسية أول حاجة التنصيق نمرة اثنين التدرج الرئاسي للسلطة نمرة ثلاثة تحديد الواجبات الإدارات والأقسام المختلفة أول حاجة التنصيق بمعنى توجيه الجهود والقدرات البشرية نحو تحقيق الهدف المحدد بأقصى الكفاية وأقل النفقات وأقل الجهد والوقت والسلطة العليا في التنظيم بتملك حق التنصيق بين الإدارات المختلفة الحاجة الثانية بالنسبة للتنظيم الإداري لدينا تدرج السلطة الرئاسية يعني وجود قيادة عليا تتمتع بالسلطة والتوجيه تليها مستويات أدنى من القيادات والرساء والمشروفين تفوض إليهم القيادات العليا بعد صلاحياتها لتمكنوا من أداء واجبتهم وتلزمهم باعتبارهم مسؤولين عن أعمالهم لدى السلطة العليا التي تمنحهم حق التفوض اللي أنا بفوض مثلا لحاجة معينة هو بيقوم بدور فيها الحاجة الثالثة اللي هي تحديد الواجبات والأعباء الوزفية للإدارات والأقسام والفروع المختلفة على أساس التخصص والمقدرة المهنية والفنية للأقسام المختلفة وبتفصل بين المؤسسات الإعلامية في إداراتها بين جانبين فيه جانب يهتم بشؤون الرسالة الإعلامية اللي أنا بيطلق عليه إدارة تحريف ومساة صحفية وإدارة البرامج بالنسبة للتلفزيون وفيه جانب آخر اللي هو إدارة الأعمان وهي التي تشتمل على إدارة شؤون الأفراد والإدارة المالية وكل الخدمات الأخرى التي تسهل عمل قطاع التحرير في الصحف أو قطاع البرامج في التلفزيون بالنسبة للتنظيم في المؤسسات الإعلامية عندنا ثلاث أنواع من التنظيم في المؤسسات بشكل عام أول حاجة التنظيم المركزي أو الهرمي وهو يعتمد على المركزية بمعنى إيه؟ بمعنى أن السلطة فيه تتدرج من قمة الهرم إلى قاعدته يعني هنا تتجمع السلطة في الأساس في قمة الهرم التنظيمي تتدرج من قمة الهرم إلى قاعدته النوع الثاني اللي هو التنظيم الوظيفي وهو يعتمد على المركزية وفيه يتبع مبدأ تفويض السلطة نهائياً في ماجلات العمل المختلفة أو تفويض السلطة في بعض أعمال معينة النوع الثالث يعرف بالتنظيم الهرمي الوظيفي ده بيجمع بين مزايا التنظيم الهرمي مزايا التنظيم الهرمي ومزايا التنظيم الوظيفي عشان كاسم منها التنظيم الهرمي الوظيفي وهو التنظيم الأنسب للمؤسسات الأهلاء لأنه بيبقى مزيج من التنظيمين السابقين يتيح فيه الرقابة على الإدارات والأقسام ويتيح لكل منها أن تعمل مستقلة كما يسمح بقرية العمل والمرونة داخل الإدارات والأقسام وفي هذا التنظيم الهرمي الوظيفي تكون الرقابة متدرجة من أسفل إلى أعلى بحيث يكون لكل مرحلة سلطتها النهائية ويرأس الأقسام مديرون ويكونون مسؤولين مسؤولية كاملة ويكون هؤلاء المدير مسؤولين مسؤولية كاملة بيبقى فيه مدير أعلى طبعا ورئيس قسم ولكن لكل مدير لرئيس عليهم لمسؤولية وسلطته داخل قسم يعني بتبدأ مثلا من رئيسها الأقسام بعد رئيسها الأقسام بإيه بنطلع للمدير التحرير بعد كده رئيس التحرير اللي هو أعلى حاجة في الجريدة أو في قطاع التحرير وفي إطار التنظيم في المؤسسات الأعلامية عندنا ثلاث أنواع من الوظائط وهي وظائف قيادية وتضم المديرين الذين يشوفون على العمل ويقاططون له ويصدرون القرارات ويسيطرون على قنوات الاتصال داخل المؤسسة الأعلامية وعندنا الوظائف التنفيذية وهي التي تباشر التنفيذ اليومي من مهام داخل المؤسسة وتنذلك تحتها الوظائف الفنية زي التحرير والإقراض والتصوير أو الوظائف الإبداعية زي المؤلفون والكتاب والرسامون وفي الوظائف الإدارية المكتبية زي الموظفين والإداريين وفي ووظائف الخدمات السائقون والسكرتابية والعمال وفي الوظائف الاستشارية وهي لي تقدم النصح والمشورة في كل ما يطلب منها إلى القيادة العليا أو الإدارة في المؤسسة سبق في رسم السياسات أو حل المشكلات أو إدارة الأزمات زي مثلا المستشار القانوني أو المستشار التحرير أو المستشار الفني يعتبر إيه وظائفة الشرعية وقد تستعين المؤسسة الإعلامية بكفاءات من خارج الكادر التنظيمي مثل الكتاب والمنسلين والقصاصين وغيرهم من أصحاب الكفاءات والخبرات في العمل الإعلامي وبالنسبة للتنظيم الهيكل التنظيمي المؤسس الأحرام ده نموذج تطبيئي للتنظيم الإداري في المؤسسات الصحفية باعتبار أن هذا الهيكل التنظيمي أو القيادة التنظيمية فيها رئيس التحرير اللي هو بيرأس إدارة التحريف المؤسسة بيتبعهم مدير التحرير ونبواب رئيس التحرير ومساعد رئيس التحرير وسكتارية التحرير ورؤوسها الأقسام التحرير المختلفة زي قسم الأخبار وقسم التحقيقات وقسم الشؤون الخارجية وقسم الرياضي والحوادث وقسم المحافظات وقسم العلمي وقسم التصوير وقسم الاتصادي ومركز المعلومات وقسم المرجعة والجامعة التصويري والدسك المركزي وكل ده يعتبر إيه تبع لرئيس التحرير أما القطاع الإداري في المؤسسة طبعا اللي هو طبعا اللي بيرأسهم القطاع الإداري بيرأسه مدير إداري والذي يرأس مدير الإداري هو رئيس مجلس الإدارة اللي هو بيرأس الجريدة ككل القطاع الإداري بيتبعه إدارة المطابع وإدارة الإعلانات والتوزيع والأقسام لإدارية الأخرى كالشؤون القسم شؤون الإدارية وشؤون العاملين وشؤون المالية والحسابات والمخاز كل دي طبعا للقطاع إيه الإداري طبعا اللي بيهمني هنا هو قطاع إيه التحرير الجانب أو الركن الثالث من أرقان الركن الثالث من أرقان الإدارة في المؤسسات الأعلامية اللي هو التوجيه واتخاذ القرار والتوجيه هو الوظيفة الإدارية الخاصة بدارة المؤسسة أثناء قيامها عمليا بتنفيذ القطط ويعتمد نوع التوجيه ومقداره بدرجة كبيرة على نوع ومقدار التقديد والتنظيم يعني لو كان التقديد جيد والتنظيم جيد هنلاقي التوجيه واتخاذ القرار هيتأخذ بشكل جيد فكلما قل التقديد والتنظيم كلما زاتت الحاجة إلى التوجيه التوجيه الإداري بمعنى اتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق الأهداف لأنه هم حاجة هو اتخاذ القرار باعتور الاتخاذ القرار هو العملية التي يتم بها يتم من خلال اختيار عمل محدد من بين مجموعة من البدائل وعندنا قرارات بتنقسم أو يقسم الاداريون المراحل لاتخاذ القرار إلى خمس مراحل أساسية أو مرحلة اللي هي تنحصل في بين المشكلة وتهيد أبعدها المرحلة التانية تشتمل على جمع البيانات والمعلومات والإحصاءات وفهم دلالاتها المرحلة التالتة وضع الحلول والبدائل المختلفة المرحلة الرابعة واختيار البديل الأمثل المرحلة الخمسة الاتخاذ القرار ومتابعة تنفيذه وعندنا نوعين من قرارات في قرارات عندنا بيسموها قرارات الفورية وفيه قرارات الفورية اللي هي إيه اللي هي لازم تتخذ فورا يعني ينفعش بقى أجلها ده قرار فوري مفيش فيه كلام يعني بمعنى أن القرار الفوري مثلا أنا هطلع الجريدة بكرة فلازم أختار عنوان جيد أو أختار الأخبار أختار الخبر أخبار جيدة للنشر أختار صورة معينة كل دي أعتبر إيه قرارات فورية عشان وصوله من أجل وصول الرسالة الإعلامية بالشكل المناسب إلى إيه إلى جمهورها في الوقت المناسب أما القرارات المدروسة فيها بتتخذ إيه بتاخد وقتها قرار المدروس وأساسا هذه القرار بتعايزة اللي جاء متخصصة أو بيعتبرها بترفع إلى المدير المسؤول يتخذ القرار المناسب من جملة خيارات بديهة لأمقترحة ده تعتبر الركن الرابع في الموضوع اللي هو الركن الخاص بالإيه بالرقابة في المؤسسات الإعلامية وتمع أن الرقابة تعد الوظيفة الأخيرة في العملية التخطيطية داخل المؤسسات الصحفية والتي تتمثل في ممارسة الدول الرقابي في هذه المؤسسات الذي يتم من خلاله مقارنة الأداء الفعلي أو الإنجاز المحقق ما هو مخطط بمعنى مقارنة النتائج أو الأهداف التي تم التواصل إليها بالأهداف الموضوعة في الخطة بارد تقييم الأداء ومعالجة أي أن الحرف والرقابة في المؤسسات الصحفية تختلف كما ونوعا عن الرقابة في المؤسسات الأخرى باعتبر أن الرقابة في المؤسسات الصحفية مش رقابة إدارية بس ولكن هي رقابة على مضمون الرسالة الإعلامية سواء كان هذه الرسالة برنامج أو هذه الرسالة فيلم أو هذه الرسالة خبر أو مقال أو تحقيق أو موضوع أي أن كانت هذه الرسالة بيعتبر بيبقى في هنا رقابة على إيه هذه الرسالة الإعلامية بمعنى إيه؟ بمعنى أن تكون هذه الرسالة الإعلامية مستجمة مع أهداف المؤسسة وسياسات هتكون ماشية مع سياسة المؤسسة وذاته مستوى أدبي وعلمي فاني لائق وأن تحقق الرسالة الإعلامية مسؤولاتها الاجتماعية وأن تكون زادة هدف لخدمة المجتمع وينساجم معك تحقيق الصالح العام الاعتبار الثالث أن تلتزم هذه الرسالة الإعلامية بخوانين المضبوعات والتشريعات الصحفية التي تنظم عملية والرقابة بهذا الشمول تمثل عنصرا هما من العصاصر والإدارة حتى يستقيم العمل الإداري داخل المؤسسة الإعلامية وحتى تصبح الرقابة فعالة فإنه ينبغي أن تحدد الإدارة النقاييس والمعايير الرقابية التي يمكن بواسطتها معرفة ما إذا كانت الأعمال أي تمت بواسطة الرقابين عليها بنفس النتائج أو حصلت على نفس النتائج بمعنى اللي احنا بنسميه هنا بقى معايير الجودة بمعنى بمعنى أن العمل هذا العمل تم بنفس النتائج اللي أنا كنت عايز أعملها بحيث يتحقق فيه هذه أربع أركان أساسية من أركان الإدارة المؤسسات الإعلامية